اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بابرز العنوي موقع اخباري يتحدث عن ثلاثة يمنيين سافروا لمدة عام للوصول الى سجون الولايات المتحدة الامريكية لانت الاخباري 16 منظمة فرنسية تكتب رسالة الى الرئيس الفرنسي بخصوص اليمن ومن القدس العربي طبيبة نفسية مسؤولان بالادارة الامريكية استعانى بي لان ترامب يخيفهما اهلا بكم قرر محمد اليافع ذو الاربعة والثلاثين عاما الاغتراب من قرية في مديرية المفلح الواقع ضمن محافظة لحج والسفر الى السعودية وهناك فشل في تجربة الاغتراب في المملكة فقرر وفقا لموقع المشاهد نت مع ثلاثة شبان عدم العودة الى اليمن وشدوا رحالهم الى الولايات المتحدة الامريكية نهاية العام 2017 انطلاقا من السعودية والتركيا الى الكوادور وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وصولا الى امريكا في البرازيل لقي محمد ورفقه شخصا وعدهم بتهريبهم الى امريكا طلبا من كل شخص دفع ثمانية الاف دولار امريكي مقابل تهريبهم في رحلة استغرقت اربعة اشهر قبل الوصول الى المكسيك ولدى وصولهم علمت عصبة اجرامية مكسيكية بامرهم واقدمت على سجنهم في غرفة صغيرة لمدة شهر ونصف وتصويرهم بمقاطع الفيديو وهم يتعرضون للتعذيب واستخدام الارقام الموجودة على هواتفهم للمطالبة بدفع مبالغ مالية مقابل الافراج عنهم وهو ذات الفيديو الذي تداوله ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا اثر هذا التصرف من قبل العصابة تعاطف اليمنيين داخل اليمن وخارجه ولم يستطع من وصل اليهم الفيديو من اصحاب واقارب محمد السكوت فقاموا بتحويل مبالغ مالية للعصابة المكسيكية حينها افرجت العصابة عن محمد ورفاقه وتلقفتهم عصابة مكسيكية اخرى وقررت ترحيلهم الى منطقة مقطوعة بالقرب من الحدود المكسيكية الامريكية وهناك القت قوة امن امريكية القضى عليهم وحجزتهم في احد سجون ولاية تكساس الامريكية وما زالوا محتجزين فيه حتى الان حادثة وقعت في اب كتب حولها الكثير من الصحفيين والاهالي وقالوا انهم لم يكونوا يتوقعون حدوثها في الواقع ولكنها وقعت وما زالت ضحية في المشفى وعنوان موقع عدن الغد مسلح حوثي يطلق النار على رأس طفل والسبب كرة القدم قال الموقع في جريمة وحشية اقدم مسلح حوثي على اطلاق النار بشكل مباشر على رأس الطفل عبد الرحمن اكرم عطران البالغ من العمر عشر سنوات والذي يرقد حاليا في العناية المركزة بمدينة اب وبحسب ما افاد شهود عيان فان المدعو عبدالله الديلمي اقدم على ارتكاب الجريمة بسبب قيام الطفل عبد الرحمن بضرب الكرة التي كان يلعب بها بجوار منزله لتصيب الجاني الذي اخرج مسدسه واطلق رصاصة اخترقت رأس الطفل ذو العشرة اعوام لينتقل بعدها الى العناية المركزة بمستشفى المنار حيث لا تزال حالته غير مستقرة من جهته دان وزير الاعلام اليمني فضاعة تلك الجريمة مشيرا الى انها تكشف دموية وهمجية الميليشيا واستخفافها بدماء الاطفال واليمنيين وقال الوزير معمر الارياني القيادي الحوثي عبدالله الديلمي يطلق رصاصة تصيب رأس الطفل عبد الرحمن لعشر سنوات نجل الدكتور اكرم عطران عميد كلية التربية بجامعة اب وتضعه في العناية المركزة بحالة خطيرة بسبب كرة القدم صحيفة لومند الفرنسية نشرت مقالة لصحفي الان كافال تحت عنوان في اليمن تعليق محادثات السلام قبل ان تبدأ وقال في جزء منه كان من المقرر ان تبدأ المحادثات يوم الخميس السادس من سبتمبر تحت رعاية الامم المتحدة في جنيف بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين وكانت اعادة اطلاق عملية التفاوض بمثابة خطوة رئيسية ورمزية كل شيء كان جاهزا وقد حدد الحوثيون شروطا جديدة في اللحظة الاخيرة كما يقول مصدر مطلع على المسألة يطالبون بالسفر على متن طائرة عمانية الى مسقط ونقل مئة من جرح الحرب يسيطر التحالف العسكري الدولي على المجال الجوي بقيادة المملكة العربية السعودية التي شاركت عسكريا لدعم الحكومة اليمنية مارس 2015 ويرفض السماح بالرحلة تهدف المبادرة الحالية للممثل الجديد للامم المتحدة في اليمن مارتين ديفيث الى احياء ديناميكية المفاوضات بعد عامين من فشل عملية السلام التي استغرقت عدة اشهر في الكويت في اغسطس 2016 اليمن الذي يعد واحدا من افقر دول العالم يعاني من نزاع دموي منذ عام 2014 ودخول قوات الحوثيين الى صنعاء اتت الحركة الحوثية من المناطق الجبلية في شمال البلاد ودخلت في صراع مع دولة اليمانية العقد من الزمن يتمتع الحوثيون بدعم من طهران الراعي الاقليمي البعيد ردا على استيلاء الحوثي على العاصمة في يناير 2015 وهروب الرئيس عبد الرب منصور هادي اقامت السعودية بدعم من دولة الامارات العربية المتحدة تحالفا عسكريا ضد الحوثيين الذين مدوا مع حلفائهم المحليين نفوذهم الى اماكن في جنوب البلاد ويخضع التدخل السعودي في اليمن لانتقادات متكررة بسبب العديد من الاخطاء التي تنسب الى غاراتها الجوية ضد المناطق الحوثية انه صراع ينحادر ويختبر قدرة السعوديين على الحفاظ على دعم هذه الحرب من حلفائهم الغربيين بقيادة الولايات المتحدة الذين يزودونهم بالاسلحة قامت لجنة خاصة مكلفة بازالة الحواجز الترابية والنقاط من شوارع مدينة تعهز بازالة كثة مظاهر الاحتقان والتمترس والفوضى التي شهدتها المدينة في الايام السابقة وعنوان موقع الصحوانت اللجنة المكلفة تباشر ازالة المتارس والحواجز في عدد من احياء وشوارع المدينة وقال نائب مدير عام شرطة تعهز عضو اللجنة العقيد انيس الشميري تمت ازالة النقاط والحواجز والمتارس والسواتر الترابية في الشوارع الفرعية والمدينة القديمة وازالة الاستحداثات والمظاهر المسلحة واضح وفقا لمركز الاعلام الامني ان هذه الخطوة سيتبعها خطوات واجراءات خلال الايام القادمة على طريق بسط الامن والاستقرار وتطبيع الحياة في المحافظة مؤكدا عدم وجود اي عرقيل ومشيرا الى ان عمل اللجنة قوبل بترحيب وتعاون من الجميع وفرحة كبيرة لدى المواطنين مشاورات جينيف المتعثرة ما الذي يمكن ان تحققه؟ يتساءل الموقع بوس في تقرير قال فيه الموقع مستندا الى صحفي انه هو في ضوء المعطيات الحالية قد لا تصل مشاورات جينيف الى نتيجة تتعلق بانهاء الحرب او ستحرز تقدما في هدنة لوقف اطلاق النار وذكر عدنان هاشم للموقع بوست ان المشاورات فيما لو تمت قد تعالج رواتب اليمنيين عبر البنك المركزي على اكثر تقدير ووفق هاشم فانه في حال استمرار رفض الحوثيين السفر الى جينيف فذلك يعني مغادرة الوفد الحكومي وفشل المبعوث الاممي الجديد وقتل للمشاورات في مهدها يقول الموقع ان البلاد تشهد بالتزامن مع المشاورات حراكا قويا بالمحافظات الجنوبية احتجاجا على تدهور الاوضاع الاقتصادية في البلاد تقف وراءها قوى مدعومة اماراتيا الديمقراطية عدوة الدكتاتورية تحت هذا العنوان كتب محمد الدبعي مقاله المنشوف التغيير نت اوروبا تخلت عند مويتها التي راح ضحيتها الملايين من المواطنين الاوروبيين واستقام امرها وصارت دولا ديمقراطية تركيا العلمانية العسكرية لاتت تركيا خلال 16 عاما من حكم اردوغان تحولت الى انموذج في الديمقراطية النزيهة بكل معنى الكلمة المسألة متعلقة بارادة الشعوب اولا وبتقبل الطبقة السياسية والمثقفة ثانيا فهل البديل عن الديمقراطية والحزبية هو الدكتاتورية والحكم بالحديد والنار وتكميم الافواه والقمع والفساد اذا كانت الحزبية والديمقراطية ليستا من الدين فهل الموجود في بلداننا العربية والذي تسبب بهذه الكوارث هو من الدين وهل الصراع في البلدان العربية وبين الدول الاسلامية صراع ديني اصلا وهل الحكام العرب المتشبثون بالسلطة والحكم لهم علاقة بالدين والمحافظة عليه هذه كلها اسئلة استنكارية فاضحة تعني ان اولئك الفاسدين المتسلطين الديكتاتوريين الظلمة اللصوص الذين استولوا على السلطة على حين غرة من الشعوب هم من يرفضون التخلي عن كراسيهم مهما كان البديل ولو سالت الدماء انهارا كما نعيشه اليوم يتسترون تارة باسم الدين وعدم الخروج على الحاكم وتارة باسم الاحقية بالحكم وتارة اخرى بالوطنية وتارة بالحدثة حملت حكومة الشرعية اليمنية ميليشيات جماعة الحوثيين مسئولية عرقلة اجراءات مشاورات جينيف التي دعا اليها المبعوث الدولي الى اليمن مارتن جريفث وكان مقررا ان تبدأ الخميس الماضي وعنونت صحيفة الحياة اللندنية الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتعطيل مشاورات جينيف وعلى صعيد المشاورات التي تلوح بوادر فشلها في الافق لم يغادر وفد الحوثيين صنعاء بدريعة وجود مخاوفة من عدم السماح له بالعودة الى العاصمة اليمنية وعدم تلبية الامم المتحدة مطالبة واكد مصدر دبلوماسي لوكالة ترويترز ان لا وجود لدلائل على ان الوفد سيصل الى جينيف وكان وفد الحكومة اليمنية منح جريفث وقتا اضافيا حتى ظهر الجمعة لاقناع الحوثيين بالسفر الى جينيف وفي العاصمة السويسرية اكد وزير الخارجي اليمني خالد اليماني ان تأخر الحوثيين هو دليل على وجود صراعات بينهم نعتقد بان الاعذار الواهية التي طرحت حول موضوع الغياب عن المشاورات محاولة للتغطية على قضية اساسية هي ان الطرف الانقلابي يشهد صراعات حول من يجب ان يمثله في المشاورات في الجولة الخاصة بترجمة قناة بالقيس للصحافة الفرنسية نطالع من موقع بلانت الاخباري الفرنسي تقريرا بعنوان اليمن المنظمات غير الحكومية الكبيرة تكتب للرئيس الفرنسي قال الموقع تدعو 16 منظمة دولية غير حكومية امانويل ماكرون الى تجديد لهجته ضد المملكة العربية السعودية وحلفائها العرب في اليمن في رسالة مشتركة تدعو منظمات حقوق الانسان والمنظمات الانسانية في فرنسا الى تعليق تسليم الاسلحة التي يمكن استخدامها ضد المدنيين تذكر المنظمات غير الحكومية الموقعة ان المانيا وبلجيكا والنرويج وهولندا والسويد ومؤخرا اسبانيا قيادت بالفعل مبيعاتها للاسلحة الى اطراف النزاع وتابعت المنظمات في فرنسا لا يوجد شيء على الاطلاق لا يوجد تقريبا اي نقاش حول الموضوع وفقا لتقرير مراقبة التأثير المدني الذي اشارت اليه المنظمة غير الحكومية كان اغسطس احد اكثر الاشهر دموية في الحرب الاهلية اليمنية فقد قتل نحو 450 مدنيا في تسعة ايام وبالنسبة للامم المتحدة تواجه اليمنى اسوأ ازمة انسانية في العالم صراعنا مع الحركة التي يمثلها ترامب سيحدد مصير البشرية هذا ما تراه صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها مضيفة منذ دخوله البيت الابيض تحول الرئيس الامريكي الى شاغل الدنيا وملئ الناس وقد اثارت تصريحاته المتواترة العنيفة وقراراته الخطيرة الزعماء والنخب والشعوب في اتجاهات الارض الاربعة وادت الى نتائج كبيرة بمقاييس الزمان والتاريخ والحضارة البشرية نكتشف ان ترامب يتشارك مع عدد اخر من القادة السياسيين في الكثير من الصفات ففي بريطانيا على سبيل المثال لدينا وزير الخارجية البريطانية المستقيل والمنافس الحالي على رئاسة الوزراء بوريس جونسون فاضافة الى التشابهات الشكلية العديدة له مع ترامب فانهما يتشاركان في الكثير من عناصر الاجنة السياسية ضد اوروبا والمهاجرين والاقليات ولو انحدرنا في اوروبا جنوبا لوقعنا على مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة وهذا النموذج سيستمر نحو وسط اوروبا مع فليدرز في هولندا وشرقها مع فيكتور اوربان في هنغاريا من دون ان ننسى زعماء اليمين المتطرف في المانيا والنمسا وبلدان اخرى كثيرة بعضها كما في اليونان لا يخفي في شعاراته توجهه النازي الواضح هذه الحركة السياسية الكبرى التي تجداح العالم الغربي تجد مكملا وسندا لها في باقي العالم الديمقراطي كما هو حال اسرائيل والحزبين الحاكمين في الهند ومينمار وفي البلدان التي تحكمها ديكتاتوريات مقنعة كما هو الحال في روسيا وصولا الى دول الطغيان المرعب كما هو حال سوريا ترامب اذا ممثل لحقبة وحركة تاريخية عالمية كبرى يمكن ان نرى في النازية والصهيونية اسلافا لها ولكنها ايضا حركة تاريخية حديثة وهذا الامر لا يقتصر على استخدامها للعلم الحديث والانترنت والواقع الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي بل بعلاقاتها بمجريات تاريخية حديثة وموقفنا من هذه الحركة وانتصارنا عليها سيحدد مصيرنا كبشر نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية الصادرة اليوم من صحيفة ايوان ونطالع في مقال للكاتب باتريك كوبريم بعنوان احذروا اضطرابات العراق سابة وقد تعدي المنطقة باكملها يرى الكاتب في التقرير الذي ترجمته البي بي سي ان اسباب الاحتجاجات التي تعصف بالبصرة منذ فترة واضحة هي ان العراق تحكمه نخبة سياسية مصابة بهواس السرقة تدير اجهزة الدولة كآلة للنهب ويشير الكاتب لان الازمة تأتي في وقت سيء على وجه خاص في العراق حيث تعثرت الكتلتان السياسيتان الرئيسيتان في تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الثاني عشر من مايو الماضي ولكن حتى اذا تم تشكيل حكومة جديدة فانها قد لا تكون قادرة على احداث فرق يذكر حيث يقول مراقبون ان وزراء كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر التي احتلت المرتبة الاولى في نتائج الانتخابات على نحو غير متوقع يواجهون اتهامات بالفساد كغيرهم من مسؤولي الاحزاب الاخرى المشكلة كما يرى الكاتب ليست في فساد الافراد وانما في المنظومة باكملها حيث توزع الوزارة بين الاحزاب التي تستخدمها كمشروعات مدرة للاموال ومصادر للوظائف بالمحسوبية من الاخبار المنوعة التي نشرتها صحيفة القدس العربي طبيبة نفسية مسؤولان بالادارة الامريكية استعانى بي لان ترامب يخيفهما قالت الصحيفة ان طبيبة نفسية ذكرت ان مسؤولين من الادارة الامريكية استعانى بها بشكل متكرر خلال العام الماضي لان الرئيس دونالد ترامب كان يخيفهما قالت الطبيبة بانليلي ان المسؤولين لم تكشف عنهما سعيا للحصول على نصائحها في اكتوبر الماضي بسبب سلوك ترامب تتابع القدس لم يرد البيت الابيض على الفور على طلب للتعليق جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الجارديان البريطانية لمجموعة من الصور المتنوعة والتي افتقطت من احداث واقعت بمختلف انحاء العالم نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فن الكاريكاتير الذي يختزل الكثير من وجهات النظر على شكل رسومات ساخرة في كثير من الاحيان ننشره لكم من عدد من صفحات الصحف العربية فالى الكاريكاتير بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نلقاكم غدا بإذن الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر